السلام عليكم طبعا عند عمل المخطط لا تبدأ بتنفيذ المخطط إلا وقد راجعت كل الملاحظات وعدلت كل الذي تحتاج إليه حتى لا تكون عليك تكاليف إعادة الأعمال مرة ثانية في الواقع لذلك اترك المهندس أو اطلب من المهندس المصمم أن يعطيك أكثر مقترح وراجع كل مقترح وعدل وظيف وإمل لمستك خصوصا إذا هذا المشروع بيتك أو منزلك الخاص أو حتى لو يكون مشروع تجاري أو أي شيء راجع فيه وأضف أي ملاحظات ولا ينزل المخطط هذا إلى المقاول أو إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجع تماما لأن تكاليف العادة تكاليف عالية تكاليف إزالة وتكاليف عادة عمل وتكاليف وقت فمهم جدا التركيز على هذه الملاحظة قبل البدء بالتنفيذ ترجمة نانسي قنقر